اشتركوا في القناة للفروج من المضايق في هذه الدار وفي الدار الأخرى وعظم المضايق ما يكون يوم القيامة يوم الأهوال يوم الحساب والجزاء فما يتقى الله أنجاه الله يوم القيامة من أهوال ذلك اليوم وجعله من أهل السعادة الفائزين بذلك الكرامة وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فبين جل وعلا أن التقوى وسيلة لتيسير الأمور وفروج من المضايق في الدنيا والآخرة مع الرزق من حيث لا يحتسم رزق في الدنيا ونلق في الآخرة وأعلم الرزق في الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النقر وقال سبحانه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر فإذا فاز المتقين من خروج من المضايق والرزق بحيث لا يحتسم وتنسير الأمور وتكفير السيئات ويعظم الأجر فماذا بقي؟ قد حصل له كل خير ومن يعظم الأجر دخوله جنة والنجاة من النقر